مشاهدين الكرام وردنا الآن هذا الخبر العاجل حيث أصدر الرئيس السيسي بيانا بمناسبة على أن بدء فعليات النسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي وأكد الرئيس السيسي أنه بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات يعلنوا عن انطلاق فعليات النسخة الثالثة لإسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام في الفترة من 22 إلى 27 من نوفمبر الجاري والتي تهدف إلى تصليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعا لجهود بناء السلام وأعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا وفي وقت تموق فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب ما يتعين معه تبني رؤية إفريقية شاملة لموجهبها التحديات السلم والأمن والتنمية كما أشهد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات والذي تستضيفه القاهرة هذا وعرب الرئيس السيسي عن التطلع لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يغدم مصالح واحتياجات قاراتنا خاصة في ضو حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره الهام في دفع جهود بناء السلام في القارة الأفريقية كما ثمن الرئيس السيسي التقدم المحرز في مراجعة السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات بعد أن استضافت القاهرة ورشة عمل رفيعة المستوى لهذا الغرض في مايو 2023 والتي سهمت في تحديث وتنقح السياسة الأفريقية لمواكبة التطورات المفاهمية والسياسية لمفهوم بناء السلام بغية تطوير أدوات القارة في الاستجابة للصراعات وتبني منظور أكثر شمولية في التعامل معها ومن منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها بالأساس ويعمل على ضمان استمرارية الاستجابة للصراعات في مختلف مراحلها إلى جانب تعميق الشراكة بين الاتحاد الأفريقي وكافة الأطراف الدولية وتنصيق جهودها لتعزيز فعليتها وأثرها على حياة شعوب القارة وفي ذات الإطار استضافت القاهرة الخلوة رفيعة المستوى لمبعوث تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا في أكتوبر 2023 من أجل توفير مساحة هامة للحوار ولتعزيز تعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في إفريقيا وتحقيق التكامل المطلوب فيما بينها كما يجرى العمل على عقد النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين انطلقا من حرص مصر على الاستمرار في الإسهام في النقاش القائم حول دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية وفي ختم البيان وجه الرئيس سيسي نداء لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول إفريقيا في مسيرة بناء السلام والتنمية وفقا لاحتياجات وأولوية الدول الأفريقية أعمالا لمبدأ الملكية الوطنية وبالمثل أؤكد التزامي بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لسدامة السلام وترصيخ الاستقرار في إفريقيا وذلك بالتنصيق مع الأشقاء رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأجهزة ووكلات الإتحاد الإفريقية موسيقى